في الوقت الذي تشهد الرياضة إهمالا كبيرا في محافظة أبيان بسبب الأوضاع التي تعيشها البلاد عموما محاولة بسيطة تعيد البهقة إلى نفوس الناس في بادرة توحي بعودة الاهتمام بالرياضة بعد الترد الذي طال كافة مؤسساتها الرسمية والأهلية المهرجان الكروي الذي أقامه نادي السلام حضره العديد من الشخصيات الرياضية والاجتماعية بمناسبة مرور عقدين ونيف على تأسيس فريق النادي الذي يعد أحد أهم الفرق الشعبية في المحافظة هذا شرف للمكتب الشباب والرياضة للفرق الشعبية في مناسبة هذا الاحتفال الثلاثة والعشرين بمناسبة أسيس فريق السلام ولحن نشكر كل الغيادات المحافظة والاتحادات والشخصيات السياسية والرياضية والثقافية والاجتماعية على حضورها اليوم الاحتفال الكروي أيضا كان إعلانا عن بدء تدشين بطولة الفرق الشعبية بالمحافظة وبدأ بمباراة جمعت بين فريقي السلام وسد باتيس لكن الحدث الأكثر أهمية في هذه الفعالية تمثل في تكريم اللاعب عبدالله الحيدري أحد نجوم كرة القدم في أبيان كما يعد من مؤسسي فريق السلام في مدينة قعار بعد مسيرة حافلة بالعطاء الرياضي هذه ذكرة طيبة أن نذكر الناس الذين يعملوا قهود قبارة في حياتهم قبل مماتهم الوضع الرياضي في أبيان بالنسبة للنشع عندنا لأنه لم يلقى أي اهتمام تكريم الرياضيين رسم صورة مغايرة لمستقبل الرياضة الواعد وارتفعت الأصوات الحماسية لحشود الجماهير وهم يملؤون المدرقات التي اشتاقت للهتافات والأهازيق الضاقة بالحياة لطفي إبراهيم قناة بلقيس أبيان